موسيقى رئيس واسيسي يتابع موقف مشروعات الانتاج الزراعي خاصة في توشكا والدلتا الجديدة رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكلفات الرئاسية بوضع الصناعة على أجندة تأولويات عمل الحكومة وتوطين مختلف الصناعات المتحدث العسكري يعلن إحباط هجوم الإرهابيين على إحدى محطات رفع المياه غربي سيناء السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش ناشطة الإخبارية المفاصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى اتلع الرئيس عبد الفتح السيسي على تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي خاصة في منطقتين توشكا بجنوب الوادي والدلتا الجديدة بالضبعة فضلا عن محافظتي بنسويف والمينيا وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين اطلع الرئيس السيسي على تفاصيل المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات مما في ذلك البنية الأساسية واللوجيستية من طرق ومحاور وتوفير المقانن المائي وتطبيق أنسب وسائل الرأي الحديثة وإمدادات التغذية الكهربائية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أركان حرب إيهاد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر المتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس لتطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي خاصة في منطقتين توشكا بجنوب الوادي والدلتة الجديدة بالضبع فضلا عن محافظتي بن سويف والمينيا حيث اطلع سيادته على تفاصيل المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية واللوجستية من طرق ومحاور وتوفير المقنن المائي وتطبيق أنسب وسائل الرئي الحديثة وإمدادات التغذية الكهربائية وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية بما يساعد على تطوير قطاع الانتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك فتح أفاق التصدير وهو الأمر الذي يعزز من دور قطاع الزراع في دعم الاقتصاد الوطني ويساعد على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين في التخصصات المختلفة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة كما أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات وذلك بمشاركة القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض فرص لاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي وأكد مدبولي أن الحكومة عازمة على تقديم المزيد من الحوافز الدائمة لهذا القطاع الحيوي كما أنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في تيسير إجراءات استخراج الترخيص المطلوبة للبدء في تشغيل مختلف المشروعات الصناعية وخلال الاجتماع رحب رئيس مجلس الوزراء بالقائمة المعدة بالفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة وكلف بسرعة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الشركات المتخصصة في الصناعات المستهدفة لاستعراض الفرص الاستثمارية معها التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي بوزيرة التخطيط هالا السعيد لبحث تنفيذ تكلفات الرئيس السيسي أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية بشأن جذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص وفي مستهل اللقاء أشار مدبولي إلى أن الحكومة ستتخذ كل المسارات الملائمة التي من شأنها تحقيق التكلفات التي أعلنها الرئيس السيسي مؤخرا وذلك من خلال خطة تنفيذية بتوقيتات زمنية محددة وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أنه سيتم إعداد تفاصيل خطة تنفيذ التكلفات الرئيسية للحكومة بشأن الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملكة للدولة إضافة إلى قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملكة للدولة بالبرصة المصرية من ضمنها الشركات المملكة للقوات المسلحة وذلك خلال العام الحالي ونوها رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في مطلع الأسبوع المقبل تنفيذا للتكلفات الرئيسية بشأن إعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور كريم العمد أو أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور كريم يعني الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع الصناعة لأجندة الأولويات برأيك ما هي الخطوات التي سوف تتبعها الحكومة لتوطين الصناعة وجعلها منافسة قوية ويعني طبعا الاهتمام بالصناعة وزيادة نسبة الصناعة أو قطاع الصناعة من الناتج المحلي ده طبعا يعني هذا أمر ليس بالهين ومحتاج مجهود وشغل وخطوات ليه على فترات طويلة طبعا يمكن الدولة المصرية كانت اهتمت بهذا القطاع الحية وإلهام طبعا يعني إحنا جهود توطين الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا ده يعني بيعتمد على مجموعة من الخطوات يمكن فيه جزء مرتبط به البنية التحتية والمرافق ومصادر الطاقة وتوفير طاقة بأسعار منافسة وأسعار مناسبة للصناعات المختلفة بالإضافة طبعا إلى يعني أهمية تنفيذ استراتيجية الإحلال محل الوردات يعني السرعة التي يتم استرادها من الخارج كيف يمكن تصنعها محليا بالإضافة إلى عقد الشرقات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى الكيانات الاقتصادية الكبرى والشركات العالمية اللي طبعا بتظل على الاستثمار في أفريقيا ومصر على وجه الخصوص نتيجة أن مصر طبعا بتتمتع بصوك كبير وعملاق أيضا يعني أن كنت نحن في حاجة أيضا إلى تشجيع القطاع الخاص وتمكنه أكثر في المشاركة في الحياة الاقتصادية وبالتالي أن التوسع في الأشيطة الاقتصادية للقطاع الخاص ذهي ترتب عليه مزيدا من توطين الصناعات المحلية كمان طبعا يعني الصناع المحلية يعني زي ما قلت أنه يعني محتاج مجهود مستمر ومحتاج أن الدولة والحكومة تكون بشكل مستمر في نوع من أنواع أكبار الشركات العالمية اللي تريد أن تفتح لها فروح في مصر أن توطن التكنولوجيا جزء مرتبط ببناء مصانع جزء أيضا مرتبط بتدريب المهندسين والفنيين ونقل الخبرات للعمال والفنيين والمهندسين المصريين حتى يكون لدينا كوادر مصرية يمكنها أن تكمل النسيرة أيضا دكتور كريم هناك تكلفات رئاسية لمشاركة القطاع الخاص والأصول المملوكة للدولة ماذا يعني ذلك فانت؟ يعني طبعا يعني قد يوجد عدد كبير من الأصول والمشاريع العملاقة الكبرى أو حتى المشاريع القومية اللي بتكون ملكة الدولة وبالتالي انت هنا بيكون لديك أصل منتج أو مصنع جاهز وينتج أو أي نشاط اقتصادي زي مجمعات البترو كامويات أو مجمعات البترول وخلافه أو الرخام دي بتكون كلها نقول عليها أصول ملكة الدولة المصرية وبالتالي يعني كبديل أن يكون المستثمر مثلا يعني كبديل أنه بدل ما ييجي مصر ويكون بعمل نشاط اقتصادي من نقطة السفر يكون لديه قيام اقتصادي جاهز أو مستثق صدية جاهزة بيخش بيها كشريك بنسبة ما أيا كانت لك النسبة شكرا جزيلا الدكتور كريم العمدى واستاذ الاقتصاد السياسي نوالي تقديم نشرة الأخبار قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع المياه غربي سيناء وأعلن المتحدث العسكري أنه تم للشباك وتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أصفر عن استشهاد ضابط وعشة جنود وإصابة خمسة أفراد ويجري مترادة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة بيسيناء هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تدوله من جانب أحد عناصر جماعة الإخوان الارهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ادعى خلاله قيام ضابط شرطة بالاعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة بالفحص أمكان تحديد وضبط الشخص منتحل صفة ضابط الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليها وكذا ضبط صاحب السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقع والذي تبين أنه استعان بالشخص الذي ادعى بأنه ضابط شرطة يحمل جنسية إحدى الدول العربية وذلك للانتقام من زوج شقيقته المعتدى عليه بمقطع الفيديو لوجود خلافات بينهما لزواجه من شقيقته عرفيا وقيامه بابتزازها وقام عقب ذلك بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير به وأن الإخواني الهارب القائم على نشر مقطع الفيديو قام بالإدعاء الكاذب بأن المذكور ضابط شرطة مصرية رغم علمه بحقيقة الواقعة بهدف ترويج الشائعات الكاذبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة وبالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي تبلاغات في هذا الشأن وبالاستعانة بالتقنية الحديثة أمكنها تحديد وضبط هؤلاء الصبية وعددهم 13 طالبا أعمارهم تتراوح ما بين 13 و 15 عاما كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك وأفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حوالوا التحدث والتقاط السور معهما وأن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر المقطع المشار إليه على جروب خاص بالمرشدين السياحيين بالواتساب وقام مرشد آخر بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على نيابة العامة في إطار استراتيجية توزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي عدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأصفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 40957 قضية تامونية متنوعة من بينها 642 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 45470 استوانة وضبط 55 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 200 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 226 قضية بيع السلع التامونية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت ما يزيد على 94 طن و20274 عبو السلع غذائية وتامونية متنوعة وضبط 39 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت حوالي 29 طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط أكثر من 4000 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 2271 طن و87 650 لتر سلع متنوعة وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية ومواد البناء تم ضبط 309 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 2259 طن سلع استراتيجية وأكثر من 5852 طن مواد بناء إضافة إلى ضبط 46 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات قرابة 562.5 طن وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 758 549 مخالفة مرورية متنوعة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 13779 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 618 سائق منهم كما تم المرور على 1029 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2839 من سائق حافلات المدارس تبين إيجابية 32 حالة كما تم فحص 2738 مركبة تبين مخالفة 25 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 2087 سيارة و248 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 56737 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 350349 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 286.994.772 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1048 قضية من بينها 618 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 2658 وحدة فنية متنوعة وضبط 430 قضية في مجال جرائم المضبوعات بمضبوطات بلغت اكثر من 19 ألف نسخة من كتب متداولة بتصريح منتهي ومضبوعات دراسية دون الحصول على تفويد من اصحاب الحقوق المادية والادبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 363 قضية بقيمة مالية بلغت 407.571.815 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 6974 قضية بقيمة مالية بلغت ما يزيد على 9.519.586.000 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجال فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 16.4.232 جنيها وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أعلى من السعر الرسلي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 235 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 52 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن إلى جانب ضبط قرابة 33 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 297 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 85 قضية خبز ناقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أعربت مصر عن بالغي القلق من اعتزام السلطات الإسرائيلية تهدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة مسافر يطاب الضفة الغربية المحتلة وما يستدبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاتل تلك القرى وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو 4000 وحدة استطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشددة على أن ما تمثل هاتن الخطوة من خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقرارات الشرعية الدولية كما أكدت مصر الإدانة التمت لسياسة الاستطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين مشددة على أن الاستمرار في مثل تلك الإجراءات الأحادية يؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر ويسهم في تغذية دائرة العنف كما يقود من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة أفادت وكالة إنفاكس الروسية نقلا عن قوات منطقة تنأسك بإجلاء 50 شخص آخرين من مجمع أسوفستال لصول بالمحاصر بمدينة ماريوبول الأوكرانية وأشرت الوكالة إلى إجلاء المدنيين إلى مركز استقبال بالقرب من بلدة بيزمن في منطقة دونسك الشرقي أوكرانيا يذكر أن عشرات المدنيين قد حصيروا لأسابيع إلى جانب ما تبقى من القوات الأوكرانية في مجمع أسوفستال الصنعية أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تواصل القصف الروسي على مدينة خاركيف ثاني أكبر مدينة بالبلاد وأوضح المتحدث باسم الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تنفذ طلعات استطلاع لأماكن أخرى على الخطوط الأمامية الشرقية فيما استخدمت أيضا طائرات استطلاع بدون طيور بالقرب من مدينة إيزيوم لمحاولة العثور على مواقع للقوات الأوكرانية وأضف أن روسيا دمرت ثلاثة جسور بالقرب من قرى خاركيف في محاولة لإبطاء هجوم مضاد للقوات الأوكرانية كما طالت الصواريخ الروسية عدة مباني في مدينة ميكولاي أعلنت الرئاسة الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص ببلدة بغموت شرقية أوكرانية عقب تعرضها لقصف جوية وذكرت الرئاسة الأوكرانية أن القصف طال أيضا بلدات أخرى بمنطقة دونيسك مما أدى إلى تدمير عدد من المصانع والمنازل بالمنطقة كما أطلقت القوات الروسية أربعة صواريخ على مدينة أوديسا مما ألحق أضرارا مادية في البنية التحتية مشيرة إلى أن الاستهداف طال ميناء أوديسا ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تدمير إحدى السفن الروسية في البحر الأسود موضحة أنه تم استهداف السفينة بالقرب من جزيرة الأفعى وتم تدميرها بالكامل التهم رئيس مجلس أنواب الروسية الدومة فياتشسلاف فولدونين واشنطن بتنصيق وتطوير العمليات العسكرية بأوكرانيا بشكل أساسي واعتبر فولدون أن ما تقوم به الولايات المتحدة يرتقي إلى مستوى التدخل المباشر في العمليات العسكرية ضد روسيا ويذكر أن واشنطن وأعضاء أوروبيين في حلف شمال الأطلنطي ساعدوا كييف بأسلاحة ثقيلة في محاولة لدعم القوات الأوكرانية لصد الهجوم الروسية المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة قامت قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن بزيارة إحدى مدارس تعليم اللاجئين الأوكرانيين خلال زيارتها الحالية إلى رومانيا وخلال لقائها بعدد من الأطفال الأوكرانيين ثمنت جيل بايدن جهود الحكومة الرومانية ومنظمات الإغاثة لدعم النازحين الأوكرانيين منذ بداية العملية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وتعد زيارة قرينة الرئيس الأمريكي أحدث استعراض من كبار ممثل الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا والدول المجاورة التي تساعد اللاجئين أطلقت البنوك والمؤسسات التروجية الوطنية التابعة للاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي مبادرة لاستجابة السريعة لرعاية اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا بقيمة ملياري يورو وأشار بنك الاستثمار الأوروبي في بيان له إلى إطلاقه المبادرة في العاصمة الفرنسية باريس كاستجابة سريعة لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المستضيفة للاجئين الأوكرانيين حيث يساهم المشاركون في المبادرة بشكل مباشر أو غير مباشر بتوفير المسكن اللازم للاجئين ودعم انتماجهم في المجتمعات المحلية وكذلك تمويل احتياجات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية دعا برنامج الأغذية العالمية إلى ضرورة إعادة فتح موانئ مدينة أدسا جنوب أوكرانيا حتى يتسنى تصدير المنتجات الزراعية إلى خارج البلاد وقال مدير برنامج الغداء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بازلي إن صوامع الحبوب بأوكرانيا ممتلئة حاليا وأضف بازلي أن العالم يطالب بها لأن مئات الملايين حول العالم يعتمدون على هذه الإمدادات داعيا جميع الأطراف المعنية لسماح لهذا الغداء بمغادرة أوكرانيا وذهاب إلى حيث تشتد الحاجة إليه حتى نتمكن من تجنب خطر المجاعة الوشيك ترجمة نانسي قنقر السادسة متواصلة وتتابعون فيها تنصيب إمانوال ماكران رئيسا لفرنسا لولاية تانية لمدة خمس سنوات شهد قصر الإليزي تنصيب إمانوال ماكران رئيسا لفرنسا لولاية تانية مدتها خمس سنوات وفي كلمته دعا الرئيس الفرنسي إمانوال ماكران إلى التحرك دون هوادة لتكون فرنسا أكثر استقلالية لمواجهة تحديات القرنة متعهدا بالسعي لتقوية الجيش الفرنسي لتمكينه من مواجهة الإرهاب فضلا عن العمل على جعل فرنسا بلدا أفضل للمعيشة هذا وأكد رئيس الفرنسي مانوال ماكرون التزامه بمنع تسعيد الصراع شرقي أوروبا كما تعهد ماكرون بتفسيط الإقراءات البيورقراطية وزيرة الوظائف وقع لبلاده قوة بيئية الوقت الذي سيفتح هو التحرك من أجل فرنسا وأوروبا والتحرك قبل كل شيء لمنع أي تصعيد بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا وأيضا مساعدة الديمقراطية على النصر وصنع سلام جديد في أوروبا وأيضا سيادة أوروبية وحتى نتحرك لجعل بلدنا دولة قوية زراعيا وعلميا وذلك بتطبيق مبادئنا وقوانيننا لبناء فرنسا 2030 التحرك لأجل بناء مجتمع لا تكون فيه البطالة لأن فرنسا لا تزال تبتكر في المستقبل التحرك من أجل أن نجعل بلدنا القوة البيئية العظيمة التي كانت بتغيير جذري للإنتاج والتنقل والحياة في المدن كما هنا في فرنسا وخارج فرنسا بعد منافسة شرسة وفوز بشق الأنفس يستقبل قصر الإلزيه أول رئيس يعاد انتخابه منذ عشرين عاما إنه إيمانويل ماكرون الذي ينصب رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعد حصوله على 58 و55 من 100% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية متفوقا على منافسته مارين لوبان التي حصلت على 41 و45 من 100% من الأصوات ماكرون الذي يعد أول رئيس يعاد انتخابه منذ عشرين عاما يواجه مجموعة لا بأس بها من التحديات الداخلية والخارجية لعل أبرز الملفات التي تتصدر أجندة الرئيس الفرنسي فكرة تأمين الأغلبية في الانتخابات البرلمانية وتعيين الحكومة حيث أكد ماكرون أن حكومته ستكون منفتحة على أي شخص يدعم مشروعه متعهدا بأن تكون البيئة مركزية في ولايته الثانية تتصدر أيضا أزمة تكلفة المعيشة وتدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أو لويات الرئيس الفرنسي مؤكدا أنه سيبقي على الحدود القصوى لأسعار الغاز والكهرباء وخصم حكومي على أسعار الوقود في المضخات إذا استمرت تكاليف الطاقة في الارتفاع كما حدد المزيد من التدابير بما في ذلك دعم أكبر لذوي الأجور المنخفضة والعاملين لحسابهم الخاص نوالي تقديم نشرة الأخبار أكد مكتب الإحصاءات النيجيرية المتوسط معدل التدخم السنوي ارتفع من 11.39% خلال عام 2019 إلى 13.2% خلال عام 2020 بزيادة قدرها 181 نقطة أساس وأستمر هذا لاتجاه التسعودي وأشار مكتب الإحصاءات النيجيري إلى أن متوسط معدل التدخم السنوي بلغ 16.98% خلال العام المنصرم 2021 بزيادة قدرها 378 نقطة أساس وشهدت تكلفة المواد الخام المستخدمة في تصنيع السلع الاستهلاكية بنيجيريا ارتفاعا حادا بلغت نسبته 40% خلال عام 2021 مع تصاعد الضغوط التدخمية على مستوى البلاد مؤثرا بصورة ضئيلة على أرباح المنتجين سجلت أسعار الوقود بتنزانيا زيادة جديدة خلال الشهر الجاري متأثرة باستمرار تداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات التي تضرب شرق أوروبا وتؤثر على سوق النفط العالمي وأكدت الهيئة التنظيمية لمرافق الطاقة والمياه التنزانية أنه تم تحديد أقصى سعر لبيع لتر البنزين في مايو الجاري في محطات الوقود عند 31% دولار وليتر وقود الديزل عند 41% دولار مقابل 21% دولار لليتر البنزين و61% دولار لليتر الوقود الديزل في أبريل الماضي وتمثل الأسعار الجديدة السرية منذ الرابع من مايو الجاري زيادة قدرها 9.5% للليتر البنزين و17.1% من 10% للليتر وقود الديزل بعد ارتفاعها الشهر الماضي بواقعة 10% و21% على التوالي لمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مارك مجدي متخصص في العلوم السياسية والتعاون الدولي يعني بعد التحية وفي البداية أستاذ مارك كيف ترى موجة التضخم التي يشهدها العالم خصوصا بعد أزمة كورونا وأيضا العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في البداية بالطبع أزمة كورونا عصفت بخطوط والإمداد وبسبب الإغلاق اللي حصل ركود اقتصاد كبير وكان فيه توقعات حتى نهاية العام الماضي أنه يكون فيه نمو اقتصادي في عام 2022 فمثالا هنا في ألمانيا كان هناك توقع أن يكون هناك نمو اقتصادي يصل إلى 4.6% ولكن مع الأزمة الأوكرانية الروسية الأخيرة وأزمة الطاقة النفط والغاز وأيضا أزمة بعض السلع الغذائية هذه التوقعات تقلصت إلى 2.2% فبالطبع الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها أثر كبير على العالم يعني هنا في أوروبا هناك نسب تضخم عالية فمثلا في ألمانيا وصلت نسبة تضخم إلى 7.3% في شهر مارس الماضي وهذا لم يحدث منذ أكثر من 40 عاما يعني أخر نسبة تضخم خاصة في ألمانيا كانت سنة 1990 يعني بعد الوحدة الألمانية نعم ومن وجهة نظر حضرتك كيف ترى زيادة أسعار النفط حول العالم وهل تتوقع زيادة أيضا بأسعار النفط في الفترة القادمة وما تأثيرها على العالم بأكماله يعني كما رأينا أن هناك ارتفاع في أسعار الوقود والطاقة على مستوى العالم فمثلا هنا الاتحاد الأوروبي أعلنت فوندرلين رئيس الفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عن عقوبات جديدة وحضر للنفط الروسي وأيضا مثلا ألمانيا دعمت هذه السياسات لحضر النفط الروسي ولكن بطريقة تدريجية فبالطبع هذا سيكون له أثر مستقبلي على أسعار النفط هنا في أوروبا وأيضا على مستوى العالم وأيضا سيكون هناك له أثار على السرعة الأخرى كالسرعة الغذائية والتي سترتفع أيضا مع ارتفاع أسعار الوقود والنفط نعم الأستاذ مارك ماجدي متخصص في العلوم السياسية والتعاون الدولي كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا أطلقت العاصمة الصينية بكين جولة جديدة من اختبرات فيروس كورونا الجمعية كما أغلقت مزيدا من خطوط سير الحافلات ومحطات الميترو في الوقت الذي تسعى فيه لتجنب مصير شنغهاي الذي يعيش الملايين من سكانها تحت وطأ الإغلاق العام منذ أكثر من شهر كانت الإصابات قد تراجعت في شنغهاي لثمانية أيام متتالية وتقول سلطات المدينة أن التفشي فيها تحت السيطرة الفعالة بما يسمح لها بغلق بعض المستشفيات المؤقتة التي سارعت لإقامتها عندما كانت الإصابات تزيد بعدد كبير في الوقت ذاته أكدت السلطات في شنغهاي أن التخفيف الكامل للقيود ما زال بعيدا محذرة من التراخي في الوصول إلى هدف التخلص التام من الوباء أعلنت سلطات المكسيكية مقتلى شخص وإصابة ستة آخرين جراء عمليات إطلاق نار وقعت أمس في شارع رئيسي بمدينة كانكون المطلة على ساحل البحر الكاريبي وأوضحت سلطات المكسيكية أنه تم اعتقال شخص مشتبه بها على صلة بالهجوم الذي يعد أحدث حالة عنف تطال مدينة كانكون بمنتجع هذا الاسترخاب أعلنت وزارة الصحة والسكان أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ ثماني إصابات وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة لافتة إلى أن متوسط الوفايات اليومية بلغ أربع حالات جديدة وأضافت وزارة الصحة أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ عشرين متعافيا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى 445282 متعافيا يذكر أن عدد الحاصلين على لقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 34 مليون وخمسمائة وثمانية ألاف واربعمائة وستين من المحصنين بالكامل حتى الآن وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوين محافظين بالبدء في تطبيق الموعد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة يأتي ذلك عقب انتهاء العمل بموعد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطرة كما وجه وزير التنمية المحلية لأجهزة تنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية ومدريات الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تطبيق موعد الصيفية أما الآن فمع أخبار المال والأعمال مع الزميلة فاطيمة خليل أهلا بك فاطيمة أهلا بك ياسر أهلا بك رغدا وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة تبع وزير الزراعة السيد القصير وقيادات الوزارة حصاد وتوريد القمح في جميع محافظات الجمهورية ووجه بضرورة وجود ممثل عن الوزارة في كل مواقع الاستلام سواء في المطاحن أو الصوامة أو شوان البنك الزراعية مع ضرورة وجود غرفة عمليات بكل إدارة زراعية لتلقي الشكاوى والبلغات والانتقال فورا لحلها وأكد الوزير على مدري المدريات ضرورة بدل أقصى جهدهم نظرا لأهمية موسم حصاد القمح هذا العام ووضع ذلك في مقدمة أولويات جميع الإدارات المعنية بالوزارة مع التواجد مع المزارعين في الحقول وتشجيعهم على التوريد وكذلك تسهيل جميع الإجراءات والتيسير عليهم وحسم جميع المشكلات التي تقابلهم فورا أقدر وزير تموين علي المصلح توجيها وزريا يقضي باستمرار عمل الصوامة والمواقع التخزينية للأقماح المحلية موسم 2022 المجهزة بالإضاءة التابعة للجهات المساوقة الرئيسة في استلام الأقماح المحلية موسم 2022 لحين الانتهاء من استلام الأقماح من آخر مورد للقمح داخل وأمام الموقع التخزينية وبحد أقصى حتى منتصف الليل يأتي هذا التوجيه نظرا لزيادة الكمية الموردة يوميا من الأقماح المحلية بعد انتهاء إيجازات الأعياد ومنعا للتكدس والازدحام أمام المواقع التخزينية وكان وزير التموين قد وجه بسداد مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد مشيرا إلى أن الدولة وفرت جميع الاعتمادات المالية لذلك نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود تعليمات حكومية بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن حركة البيع والشراء مستمرة بشكل طبعي بكافة محل الذهب على مستوى الجمهورية دون وقف مشيرة إلى أن عملية التسعير تقضع لأليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأقية في البرصات العالمية كما حذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصرية في أسواق المعادن أن فيست رجعت أسعار الذهب لتسجل نحو 1873 دولار وخمسة وسبعين سنة للأقية أما على صعيد المحلي سجل عيار الذهب 18 نحو 1873 أما عيار الذهب 18 فوصل إلى 1012 جنيه أما بالنسبة لعيار الذهب 21 فوصل إلى 1180 جنيه وهو الأكثر مبيعا بالنسبة لعيار الذهب 24 وصل إلى 1348 جنيه بالنسبة للسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 9440 جنيه في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لتسجل الزيادة الإسبوعية الثانية على التوالي إذ رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي احتمالات الشحة الإمدادات وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 31 من 10% لتسجل نحو 112 دولار و39 سنة للبرميل كما سعد الخام غرب الوسيط الأمريكي بنسبة 41 من 10% إلى 109 دولارات و77 سنة للبرميل أما أسعار المزود فقد تراجعت عالميا بنسبة 1 و1 من 100% لتصل إلى 4 دولارات و4 سنتات لللتر وترجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 74 من 100% لتسجل نحو 8 دولارات و4 سنتات لكل مليون وحدة حررية سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء أسبوعين لها في شهرين إذ تأثرت أسهم شركات التكنولوجيا وتجارة التجزئة بالبيع المدفوة باحتمالات رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهديئة ارتفاع تضخم لأعلى مستوياته منذ عقود هبط المؤشر ستاقس 600 الأوروبي نحو 1.9 من 10% مع انخفاض أسهم شركات تجارات التجزئة 2% ونزول أسهم التكنولوجيا نحو 2.4 من 10% مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى للزملاء لا يستكمل ما تبق من أسدفها شكرا لك فاطمة خليل انتهت نشرة الأخبار وليكم ما أهم ما جاء فيها الرئيس السيسي يتابع موقف مشروعات الانتاج الزراعي خاصة في توشكا والدلتا الجديدة الرئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكلفات الرئاسية بوضع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة وتوطين مختلفة الصناعة المتحدث العسكري يعلن إحباط رجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة